السلام عليكم مازالنا مكملين مع الادجاستمنت لير درس النهاردة نتعرف على الادجاستمنت مهم جدا 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 وهو الكلر لوك أب دي الايكوم بتاع زي ما انتم شايفين وزي ما عارفين بنوصل للادجاستمنت لير من بانل الادجاستمنت او من بانل الير في الاسفل علامة النص دايرة نختارها وهي عندنا الادجاستمنت الجديد نهاردة كالر لوك أب لو فتحناها كده بيطلع لنا البانل الصغير دي الكالر لوك أب سهل جدا مفوش اعدادات ولكن هي اعدادات مسبقة الفتشوب بعملها ومسايفها لك جاهزة بالضبط زي التأثيرات اعتبرها زي الافكتات زي الاكشن حاجات جاهزة بتقدر منها تغير الالوان يعني لو جينا هنا شفنا ال 3d lot file وفتحناها كده بنلاقي كل الاعدادات اللي عندي دي دي لوك أب جاهزة بقدر ان انا استخدمها وفيه حاجات جانبها .look وفيه حاجات جانبها .3dl وفيه حاجات جانبها .cube اعرفكو ايه الاختلاف ما بين كل ده حاليا فبتبتدي انت توقف على كل لوك أب من ده واخدين بالكو اتغير الشكل ازاي عندي الالوان ممكن اقدر قطفي طبعا العين زي ما احنا عارفين اشوف قبل وبعد فدي كلها لوك أب تقدر ان انت توقف على كل واحد وتشوف ايه المناسب للمشروع بتاعك ايه اللي انت محتاج ان انت تستخدمه حاجات كلها تأثيرات مسبقة الفوتشوب بعملها ومسايفها لك بالشكل ده عندك حاجة night لو انتشغل حاجة شكل ليلي محتاج اضاءة زي دي او محتاج تأثيرات زي دي تقدر ان انت تتغير فيهم زي ما انت شايف كده وطبعا ما تنساش حاجة مهمة جدا اتكلمنا فيها كثير اي adjustment انا بختاره فاقدر ان انا اجي بالبراش وطبعا نكون واقف هنا في المساحة بتاع وابتدي ان انا اصغر براش مثلا وابتدي امسح على الاجزاء اللي انا مش محتاج ان هي تدخل معي في اللوك أب الجديد اللي انا عملت فالموضوع الازيز جدا اني ممكن تكون عامل صورة زي دي مثلا عقد معين خاتم وعايز تظهر حاجة معينة فبتدي ان انت تخلي الصورة كلها كأنها ليلية وتقف بالبراش وتمسح على الجزء اللي انت عايز تظهره بالشكل ده طيب ده اول اختيار عندي اللي هو 3d لوت ثاني حاجة عندي الاباستراكت لو جيت فتحته كده هلاقي عندي لود هنا لو عايز تعمل لود لفايل وهنشوف ده ازاي دلوقتي ولكن عندي اوامر زي مثلا ال black and white لو ضعطنا عليه كده بيحاولي الصورة زي انت شايف الى شكل black and white بس black and white بتأثير مش زي ال black and white من قيمة image اللي كان موجود عندي او ال adjustment اللي احنا شرحنا بل كده الخاص بال black and white لا هنا بيديني black and white ولكن بتأثير وعين برضو عندي البلوتون بيديني حاجة زي كده والجريتون وهكذا كلها تأثيرات تقدر ان انت توقف على كل تأثير من دول وتشوف ايه تأثيرهم طيب لو جينا مثلا لل black and white تداني حاجة زي كده حاجة لزيزة جدا ازاي استخدم حاجة زي كده وطلع تصميم بشكل كويس طبعا تقدر تخليه زي ما هو كده الصورة بتاعتك او ممكن زي ما قلنا هاجي هنا على layer mask نفسه واجي بال brush ونتأكد ان ال brush عندي تكون نعمة وممكن هاجي امسح بال brush شفتوا اللي حصل ايه اداني ولياكن تأثير زي ده واخدين بالكو تبقى الصورة عندي مثلا نصها ولياكن بألوانها الطبيعية وعشكالها الطبيعية والنص الثاني بيكون black and white كان فيه بوستر مسلسل شفتوا في رمضان هذا البوستر موجود قدامكم برضو ممكن يديك تأثير زي كده البوستر ده او الافكتر التعامل في البوستر ممكن برضو بنفس الطريقة اللي احنا عملناها بجانب الحاجات اللي سكيتش اللي انت شايفينها البسيطة دي اكيانها مرسومة بالقلم الرصاص نشوفها ان شاء الله في الدروس القادمة فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن نعملها بال look up برضو فيه حاجة تانية حلوة ممكن نستفيد منها انا رجع كنترول زد الفرشة بتاعتك نفسها مش شرط تكون فرشة نعمة بالشكل ده ممكن تيجي هنا تختار فرش زي فرش الرسم دي ودي اللي احنا اسبناها في الدروس بتاع الفرش ممكن تحملها مرة اخرى او ترجع لها عشان تشوف التعسيرات فلو افترضت انا مثلا جبت فرشة زي دي كأني برسم وتعالى برضو انا ممكن نصغر الفرشة عن طريق مفتاح او حرف الجيمي الكيبورد بنصغر الفرشة بالشكل ده تعالوا مثلا نعمل حاجة عشوائية كده واخدام بالك بالشكل ده يدىك برضو تأثير لذيذ جدا كأن الصورة فيها اجزاء ملونة ولكن انا هنا غيرت الفرشة طيب ممكن حد يسأل التأثيرات اتعاملت ازاي دعني ارجع لطبيعتي هشيل ونرجع لصورة ونرجع لطبيعتي يسأل التأثيرات اتعاملت ازاي يعني الحاجات الجهزة اتعاملت ازاي الفكرة كلها كالقاتي ان في حد جاب الصورة وبعدين بدأ يغير في الاعدادات يعني جاب هنا وبدأ على ويبتدي يغير في الاعدادات بالمنظر ده وبعدين جاب كمان لير جديد زي الكيرف وابتدى أنه يغير في الكيرف بالمنظر ده وليكن وتعالى هنا مثلا على الرد اعمل اعمل تأثير معين وليكن مثلا تأثير زي ده وليكن يعني وممكن برضو ايجي على جديد زي الفوتو فلتر اللي شرحناه الدرس وابتدي اعمل تأثير معين او لون معين كده واغير بالشكل ده حلو لحد ما بوصل للتأثير اللي انا عايزه وممكن بيتحلك ان انت تحفظ التأثير اللي انت عملته ده بحيث ان انت تستخدمه فيما بعد لو انت عملت تأثير معين من خيالك تستخدمه تستخدمه في موضوع اللوكب مش بس كده الجميل جدا في موضوع اللوكب ان انت التأثير ده بعد ما تحفظه تقدر تستخدمه على الصور وعلى الفيديو وتقدر تستخدمه كمان في برامج كثيرة زي الفوتو شوب اللي احنا بنشرحه دلوقتي زي الأفتر ايفكت البريمير ديفانجي ريزورف زي الفاينال قط السوني فيجاس وبرامج تانية كثير جدا خاصة بالفيديو والصور طيب ما اعمل هذا ازاي افترضت ان انا خلاص خلصت التأثير بتاعي اضفت كل التأثيرات زي ما انت شايفين كده عن طريق الادجاستمنت لير خلي بالك منفعش تعمل التأثيرات دي عن طريق قائمة فايل واقول له ادجاستمنت ان هنا لازم تكون التأثيرات عن طريق الادجاستمنت لير بعد كده باجي بقائمة فايل وراح هنا في الاكسبورت وعندي امر اسمه كالر روكب بضغط عليه كده واقول له لو سمحت سيفلي التأثير ده هنا عندك بعض الامتدات زي ما قلت لكم تجد حاجه اسمه 3DL Cube CSB وهكذا ترى البرنامج اللي انت محتاجه وهيشتغر عليه سوف نفترض ان انا مثلا اريد الكيوب فقط فامسع علامة الصحة على دول واحتفظ بالكيوب فقط وترى انت عايز احتفظ به فين اعدادات بتاعتك ممكن ترفعها مثلا تخليها هاي بالمنظر ده وهاجي هنا اقول له اوكي بيقول لي انت عايز تحفظ التأثير ده بتاعك فين وليكن احفظه على الديسكتوب وسميه وليكن كي اتش على الديسكتوب واقول له اوكي جميل كده خلاص اتحفظ بمعنى ان انا لو جيت هنا مرة اخرى للقلر روكب وجيت هنا ممكن اقول له لود 3D بيفتح لي يقول لي فين اللوك اللي انت محتاج تستدعيه موجود عندي اوه ده اللي انت انشأته بنزله وطبقه مباشرة عندي فيه بس حاجة بسيطة احبب بنوع عني عشان ممكن تقابلوها لو افترضت ان انا عندي ملف زي ده خلي بالكم الملف اللي سابق كان مجرد صورة background ولكن انت ممكن تشتغل على ملف يكون ملف اليرات انت مثلا بتعمل مشروع معين مشهد معين بتعمل دمج فعندك الالوان كلها الاضاءات مش مزبوطة فهنا بيجي دور color recap بيثبت لك الاضاءة على كل المشهد عندك ولكن تعالوا نجرب المرة دي نروح للفايل واليكن ونعمل مثلا اكسبورت وهيقوله color recap هيتطلع الرسالة دي بالي انا مش قادر اعملك color recap طب ليه لازم ترى الرسالة بتاعك هنا بيقول لي ان انت ما عندكش background يعني ايه background لازم يكون عندك الملف بتاعك هنا في background طب ما انا عندي اللير بتاعي اسمه background لا اللير يكون مقفول background مش اسمه بمعنى ايه ممكن توقف على اخر اللير عندك وتعمله بالشكل ده او تنشئ اللير جديد فاضي تماما ولازم تيجي من قائمة layer new وتقول له هنا background from layer بصوا الفرق هنا اللير بقى مقفول عندي في الحالة دي لو رحت لقائمة file مرة اخرى export وقلت له color lookup هنا هيقدر انه ينشئ لي اللوك اوب بتاعي طيب زي ما قلت لكم الموضوع ده بينفع جدا في برامج الفيديو كمان يعني اللوك اوب اللي انا صدرته من شوية اقدر ان انا اروح لبرنامج البرمير وعندي هنا حاجة اسمه color واضغط هنا على creative واجي هنا في اللوك في النون واقول له browse هيقول لي فين اللوك اوب اللي انت عايزه اركز معي هنا على الفيديو وشوفه الوانه اجيب اللوك اوب اللي انا عملته من الفوتشوب واقول له open بينزل مباشرة على الفيديو بتاعي افهم من كده ان انا ممكن اعمل لوك اوب الوان معينة style معين اضاءة معينة على الصور في الفوتشوب واجبها على حتى برنامج الفيديو يعني ده فيديو زي انت شايفين اوه ولكن انا نفذت عليه اللوك اوب اللي انا عملته على الفوتشوب طيب اللي فيكو هيسأل طب اللوك اوب ده اجيبه منين يعني اعمل استدعاء منين مش كل حاجة انا مقدر اعملها فيه لوك اوب بيبقى جاهز موجود على النت ولكن مش منتشر بقصرة زي الاكشن والبراش وغيره ان شاء الله في الفيديو ده مجموعة لوك اوب تقدروا تحملوها وزي ما اتفقنا في نهاية الكورس انا سيكون لكم مكتابة كبيرة جدا هيكون من ضناء لوك اوب كتير جدا يعني بص عندكم عدد كبير جدا تعريبا يعدي الالف لوك اوب تقدروا ان انتم تستخدموه زي ما انتم شايفين كده كلها متقسمة في فولدرات لو انت عايز مشهد سنمائي معين تقدر تستخدمه زي ما قولنا سواء في الفوتشوب لو انت شغل برمير افتر افكت سوني فيجاز اي ان كان طيب الحركة اللي فاتت انا جيت هنا لللود وعملت كده واختارت فتح لي عشان اختار اللود معين طيب لو انا عندي اعداد كبيرة من اللقاء زي مثلا حاجة زي كده وليكن ده كتير جدا فمش هقدر اعمل كسلكت على كل واحد وننزله في فوتشوب طيب ازاي نزلهم دفعة واحدة يعني ممكن اجي امسك الفولدر ده كله وليكن اللي هو ستاندر ده واقول له رايت كليك واقول له كوبي حلو ويندوز وتفتح فولدر الفوتشوب وبعدين برسيت هتلاقي عندك فولدر اسمه 3D لوتس تفتحه وتنسخ هنا باست وتنزل كل اللوك اوب اللي انت نسخته من شوية ويبتدي ينسخ معك بعد كده بيكون مطلوب منك ان انت تقفل فوتشوب وتفتحه مرة تانية خلينا نعمل خطو دي عشان اوريكو ايه اللي هيحصل انا دلوقتي اقفلت تشوب ورجعت فتح ثاني ولو جيت هنا لل3D لوتس هلاقي كل اللوتس اللي انا نزلتها موجود ايه بصوا ويتقديه كثيرة جدا طبعا ما تحاولش تقطر ايه وعشان البرنامج معك ما يتقالش خصوصا لو ممكنيات جهازك ضعيفة اللي عايزك تفهمه ان انت بقى عندك اللوتس كثيرة جدا جدا تقدر ان انت تختار اي واحد منهم اللوك اوب معين وتغيره بالشكل اللي انت شايفو ده وزي ما قلتلكو هسيب لكو طبعا اللوك اوب دي تقدروا تحملوها مع الفيديو ده وفي نهاية الكورس هسيب لكو المجموعة كاملة او الباكتج كاملة تقدروا ان انتو تحملوها اكتر من حوالي الف لوك اوب او اكتر تقدروا ان انتو تستفيدوا بهم بكده يكون درسال نهاردة انتا تنظروا ان شاء الله في الدرس الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته